أعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن طوقعات الأبراج أنا مريم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا أنا بكبر بيكم ومعاكم طوقعات برج دلو الاثنين 12 أبريل 2021 لا تدعي الشكوك تدخل حياتك المهنية لمجرد أن تصغي إلى القيل والقال من الأشخاص يدمرون لك الخير ظاهرا ولكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر قد تنقلب الأمور رأسا على عقب صحيا بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك عاطفيا الأعزب قد تتقابل مع شخص وتعيش معه حالة من الحب الجميل الصافي ولكن يجب أن تفكر جيدا قبل اتخاذ قرار الارتباط المرتبط قد تكسر نشاطاتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرب أمور جديدة على أمل أن تحقق من خلالها النجاح العاطفي الذي تحلم به مهنيا أنت فقد من ترى أن الحياة كئيبة لكن حياتك أجمل مما تتخيل فقد ركز على هدفك وابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمة كن متحفزا ومتأنيا أمام بعض الأمور المطلوبة منك تنفيذها صحيا قد تحتاج إلى بعض التغيير خصص وقتا في الأسبوع واذهب لمكان يشعرك بالراحة النفسية صحاتك جيدة وعليك الحفاظ عليها جيدا من خلال بناء الجسم السليم بالأغذية الصحية وبعض التمارين توقعات خاصة للرجل كن متفائلا وإعلم أن مع الضيق فرج لماذا لا تتبع النصائح التي تزدي بها للآخرين عليك أن تكون أكثر دبلوماسية في الحياة بشكل عام وتذكر أنت أفضل طبيب لنفسك وأفضل حل لمشاكلك وأمورك لكن فكر بجدية توقعات برج الدلو للمرأة حاول الاسترخاء ومحول إشياء السلبية من عقلك اليوم هذه ليست دعوة لتجاهل المشاكل الحقيقية لكنها محاولة لتعليمك كيف تتخذين الهموم جانبا وتركزين على أمور أكثر إجابية لأن هناك الكثير جدا من الأشياء في حياتك التي لا يمكنك أن تفعلي معها أي شيء تضيع وقتك في التفكير فيها لن يسبب لك سوى الإحباط عليك التفكير في الأمور التي تجعلك أكثر سعادة فقط وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا سلام